سألوا يسوع المسيح ماذا نعمل حتى ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله أجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله أن طبعا تؤمنوا بالذي هو هو أرسله في يحنى الإصحاح السادس وسجان فليبي سأل سؤال كثير كثير مهم سأل بولوس وسيلة اللي كانوا في السجن في أعمال الرسل إصحاح 16 قال يا سيدية ماذا ينبغي أن أعمل لكي أخلص أجابا وقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وعندما تكلم بطرس الرسول فقالوا لبطرس والرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا لأنه مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس قال الإنسان يسوع المسيح قال أرنا الآب وكفانا قال له أنا معك وزمان مدتي يا فليبس ولم تعرفني من رآني فقد رآه الآب ترح باقي لما الرب بفتح بصيرتنا الروحية والعمل روحي بشيله والقشور اللي على عينينا نبتدي نشوف الحقائق لكن إبليس بيطمس الحقائق بيعمل أذهان فأنا بيدعوك اليوم تقول يا رب افتح عيني افتح ذهني افتح عقلي افتح قلبي حياتي والرب يأتي إلى حياتك